اجتماع غاية في الاهمية ذاك الذي استضافه قصر السلام ببغداد يوم الاحد الموافق للسابع والعشرين من ايلول وجمع رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الاعلى فائق زيدان الاجتماع اخذ مساحة كبيرة من الاهمية وحيزا واسعا من التحليل والتأويل نظرا للمواضيع التي ناقشها والتي نوجز اهمها بالاتي التطورات الامنية التي حدثت في الفترة الاخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقار المدنية والعسكرية وتواصل اعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين تمثل استهدافا للعراق وسيادته والنيل من سمعته الدولية ومن علاقاته الخارجية استمرار اجواء الاضطراب الامني تنتج اضرارا بالغا باقتصاد العراق وسائه الى تجاوز الازمة المالية العراق ليس في حالة حرب الا مع الارهاب اعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور ولا يحق لأي طرف اعلان حالة الحرب او التصرف على اساس حالة الحرب داخل الاراضي العراقية العراق يرفض تدخل الاخرين في شؤونه الداخلية وتحويل ارضه الى ساحة تصفية حسابات او منطلق للاعتداء على غيره من الدول دعم جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاق اعادة الانتشار من اراضيه خلال مراحل زمنية متفق عليها اجتماع عكس اتفاق الرئاسات الاربع على ان سيادة العراق وامنه واستقراره اولوية هذه المرحلة بالاضافة الى النأي بالبلاد عن سياسة المحاور والمضيء بالتحقيق تطلعات شعبه المشروعة